وحد عيها الدين بالقتل صاروا يتمت شر عيها الدين بالاختصاب بالقتل لا وقت للانتظار على وجه السرعة يروي أحمد أخطر ما يعصف بأطفال العراق بالدمع يناشدكم يناشد غيرة العراقي وكل من فيكم يسمع صوتا ممزوجا بالقهر والخوف أحمد الطفل في مخيم يحياوة يهدد من قبل شخص بالقتل والاقتصاب نازح من ظلم الإرهاب إلى نزوح على يد القتل للجيل المناشدة للكاظم مباشرة بصوت لا يريد الموت ومثله الكثير وكأن كلمات القصيد هنا بدت واضحة غير أنها على قياس الجرائم البشعة فيقول بلسان الحال إنهم لم يراعوا العمومة في منها لك فاطلب مناشدة إلى أن يجيب الكاظم والرسالة كأنها تحدي بين القتلة والحكومة يتحرك وفد لمخيم يحياوة في محافظة كركوك لتوجيه على وجه السرعة من وزيرة الهجرة والمهجرين المناشدة تفضح فوضى الانتهاك الصارخ على حساب الأطفال والنساء وما من مخيم إلا ويخبئ عذابات وجراحات وما هو مقطع الفيديو الذي يعكس جراءة طفل عراقي خرج ليقول لكم بصريح العبارة فاضحا كل المستور وما يجري في ظلمة الليل والعراقيون في ليل لا ينقطع إلا إن رجع النازحون إلى أرضهم حق مسلوب على يد الراغبين أن يبقى العراق نازفا للأرواح لا قلب طفل فيه سعيد ولا قلوب عائلاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا